تقق التداول العقاري بمحافظة لبريمي نمواً ملحوظاً في العام المنصر مقارنةً بالسنوات الخمس السابقة حيث بلغ معدل النمو 32.5% بإجمالي تداول بلغ 6793 تصرفاً عقارية وذلك لما تتميز به المحافظة من مقومات تحفز على التداول وتشجع عليه بالنسبة لمشاريع الإسكان الاجتماعي وبناء الوحدات السكانية للمستحقين فكما هو معلوم أن جميع المديريات بالمحافظات تعمل على الخطة الموضوع من قبل الوزارة وحسب المبالغ والموازنات الموفرة لكل محافظة وهذا بالطبع يعتمد على عدد الطلبات في كل محافظة ودراسات أخرى اجتماعية وضمن جهود المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة في خدماتها المرتبطة بالإسكان الاجتماعي قامت بدراسة ألف طلب حتى الآن بإجمالي 1847 طلباً قدم خلال الأعوام الماضية منها 393 طلباً مستوفياً للضوابط والإشتراطات أنهي الارتباط المالي بها بنسبة 100% أما بالنسبة لمشاريع التطوير العقاري فستحظى محافظة البريمي بإذن الله تعالى من هذه المشاريع فكما هو معلوم الوزارة أعلنت عن مبادرة صروح للأحياء السكنية المتكاملة وقد تم تحديد ستة مواقع على مستوى المحافظة لاحتضان مثل هذه المشاريع وهي مشاريع الحياء السكنية المتكاملة وهي تعتبر ستكون من البدائل المتاحة للمواطن المستحق للاستفادة منها مشاريع أنجزت بحمد الله في العام المنصرم وخطط لمشاريع ستنجز بعون الله في العام الحالي تستهدف رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة بجميع ولاياتها عادل بن حمود السعيدي محافظة البريمي